بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام طبتم حسب ما كنتم ما طابت أو قاتكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامتكم دي أحداد يمكن أكون غلطان جائز يتهمني العنوان لكن الحقيقة الأكيدة إني أنا إنسان إنسان هيعيش دي أحداد على قيمنا وعلى أخلاقنا وعلى مبادئنا وعلى أصلنا اللي راحت وروحنا معاها وتاهت وتهنا معاها بس أكيد هراجعة تاني أكيد هراجعة تاني طول ما الأمل موجود جوانا وطول ما إحنا على طول بنسير على درب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا لا طيرا في الإسلام تفائلوا بالخير تجدوا وطول ما إحنا عندنا عايشين وبنعمل إن شاء الله هنغير المجتمع إلى الأصلح وهنعيد صياغة وتشكيل مجتمعنا مشاهدينا وضعت على بابي ضع نفاقك خارجا ثم أدخل فلم يظن أحد جبران خليل جبران لا تبالغ في المجاملة حتى لا تقع في بئر الحرمان في بئر النفاق لا تبالغ في المجاملة المجاملة حتى لا تقع في بئر النفاق ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تقع في وحد الوقاحة دائما وأبدا يتزين أهل النفاق بالكذب ودائما وأبدا لسان المنافق يصر وقلبه يضر سأل أحد صاحبه لماذا هواء الفجر نقي قال لأنه يخل من أنفاس المنافقين النفاق والرياء عنوان حلقتنا النهاردة وموضوع حلقتنا النهاردة نفاق 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 الدنيا كلها نفاق عن يميني نفاق وعن شمالي نفاق وأمامي نفاق ومن خلفي نفاق لماذا هذا النفاق تعالوا معنا مشاهدين الكرام نشوفها الدكت النفاق بدأت إزاي في الأسرة تلاقي الولد الصغير الطفل الصغير يجي البابا لما يكون عايز حاجة بابا حبيبي أنت أجمل أب في الدنيا أنت أحلى حاجة عندي أنت النهاردة أي طلبة أنها أضهولك وعملهولك فابو يقول له فيه إيه مالك لخص من الآخر عايز إيه يقول له يا بابا أصلا أنا كنت عايز طب مشيت كده أشتريه والبنت نفس الموضوع ماما حبيبتي حبيبة قلبي روحي أجمل ست في الدنيا أنت عودي النهاردة وأنا هعمل لك كل الطلبات تقول له نفس الحكاية فيه إيه عايزة إيه تقول له والله فيه جزمة والله شنطة عجبيني عايز أشتريها هي شفتوا بدأت إزاي يمكن فيها براءة الموضوع في براءة لا أهو ما فيهوش براءة ولا حاجة ده هي بتحاول تتملك عشان تحصل على العزاء والإبن نفس الوضع يمكن الأب ويمكن الأم بياخدوا الموضوع ده باستهانة كده وباستخفاف لا ده هي بداية النفاق كده هو بدايته كده عشان المصلحة أبدأ أجمل وأمدح وأشكر فطبعا ما ينفعش نيجي بقى يعني نجبرنا شوية كده ونشوف الأسرة اللي أخوات بينهم وبين بعض والأب والأم لو ولد ما شاء الله ربنا فات عليه واغتانى وفيه مكانة حلوة قوي تلاقي كل الأسرة بتتفى حواليه وتلاقي ما شاء الله يعني هو الباشا بتاع البيت مع أنه ممكن يكون مش كويس خالص ممكن ما يكونش بيبر أبيه أو أبوه ولا أم ولا حاجة إنما الأخ الغلبان اللي هو فعلا يعني بيأدي خدمات كل الأسرة وبيخدمها وما شاء الله جدع جدا وأخلق عالية وتحت رجلين تحت رجلين الأم والأب تلاقيه بيستهن به بيستهطر به لأنه طيب للأسف النفاق انتشر ونجده مشكلة كبيرة جدا يا جماعة لو في مشكلة بين اتنين أنا لو قعت في مشكلة مع أحد معرفش مين معايا ومين ضدي ليه لأنه كل بيدهني كل يجيني آه ده هو غلطان وفي الناحية التانية وفي الطرف التاني لا لهو غلطان ما تعرفش الحقيقة فيه ياريت يجي يقولك لا ده أنت غلطان خلي بالك يعني أنت غلطت فيه كده لا هو بيخاف بيخاف يواجهك بالحقيقة ويخاف يواجهك يواجه الطرف التاني بالحقيقة وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا النفاق موجود في أهل المصالح يا جماعة تعالوا بقى نتكلم على العمل هاخدتكم كده رحلة على العمل وتلاقي المنافقين كتير جدا للرؤساء تلاقي اللي يجيب له هدايا واللي يقول له والله انت رائع انت مابش حد زيك ده انت أجمل مدير وأفضل مدير وهو من وراه يسيب ويلعن النفاق صعب جدا ليه أنا هسأل كل واحد يعني فيه الخاصة دي يقول له ليه ترمي ليه تبعطر كرامتك عشان ايه عشان مصلحتك مصلحتك مش أهمة أبدا من كرامتك ده انت بتبقى يعني تنال احتقار الشخص اللي بتدهنه والشخص اللي انت بتعمل تبدحه وفي نفس الوقت الناس شكلك قدام الناس حقيقة مش هيبقى كويس خالص الحقيقة ليه ليه بالنافق ليه علموا أولادكو ان احنا ان شاء الله نكون عندنا جرأة عندنا صراحة عندنا مواجهة عندنا ثقافة الخطأ واعترافنا بالخطأ واعتذرنا بالخطأ مفيش مشكلة ان انت تغلق بس لازم يكون عندك شجاعة ان انت تعترف بخطأك ده لا الحقيقة المجتمع كله دلوقتي بقى صعب جدا ان هو يعترف بغلطه كله بيجامل كله بيمتح الحقيقة ده انت كمان في العيلة مثلا انا بجيبلكو برصدلكو صور كده معينة تلاقي الشخص الغني اللي هو و هو مش حلو و يعني مش كويس خالص مش كريم مش جدع ما قريبه ولا حاجة تلاقي الواحد لما يجي يخطب لابنه مثلا يروح مصدر الشخص الغني اللي عنده عربية وابن عمه بقى اللي هو جنبيه والي وقف في كتفه والي على طول معاه والي جدع جدا والي خدوم والي جميله في قراسه في قراسه يمكن ما يعزمهش على الخطوبة تخيلوا صنة الفين الحقيقة احنا في نقطة عايزة اقولها انزلوا الناس منازلهم على قدر ايه على قدر اخلاقهم واطباعهم و دينهم دينهم والتزامهم يا جماعة يعني احنا ما ناخدش ابدا بالظاهر و بالعنوان و نسيب الجوهر جوهر الانسان لا ناخد دايما الشخص ده كويس ولا لا الشخص ده اخلاقه عامل ايه اوعى تاخد بماله ولا جاهه ولا سلطانه لا طبعا لان احنا كده بنعلي بنسمه بالناس اللي مش كويسة و بنضمر الاخلاق انا النهاردة بتكلم عن النفاق و بتكلم عن الرياء طيب ايه هو الرياء الرياء جاي من الرؤية يعني شفوني انا بعمل ايه شفوني و انا بصلي شفوني و انا قد ايه ملتزم شفوني و انا بعمل يمكن بعمل مش ارضاء مرضات الله او انا عندي ضمير فعلا لا ده عشان الناس يقول ده والله ده شغال كويس الرياء فيه برضه نفاق ازاي ان الانسان يبقى مشين يروح جنب الملتزمين و يعمل ان هو ملتزم او يروح جنب الناس التانين يسيرهم يسيرهم في الجانب ده و يسيرهم في الجانب ده طبعا ده مش مطلوب و ده رياء و النفاق يعني سيدنا محمد قال ايه اية المنافق سلاس اذا عهد غدر او اذا وعد اخلف و اذا حدث كذب و اذا اؤتمن خان و سيدنا محمد قال ايه قال ايضا اربعة من كان فيهم كان منافقا خالصا و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان و اذا عهد غدر و اذا حدث كذب و اذا خاصة من فجر اذا هاخد كده كل جزئية كده اللي هي خصال النفاق و نتكلم عنها شوية الحقيقة بعد الفاصل ان شاء الله هنتابع و معنا فاصل و انتابع بعد كده ورجعنا لكم تاني و هنكمل كلامنا عن المنافق و زي ما قلت اربعة خصال فيه من خصال النفاق اذا اؤتمن خان خيانة الامانة خيانة الامانة شيء صعب جدا يا جماعة مش الامانة بس ان انا اروح اعطي الواحد فلوس و اقوله خلي دي امانة اوديها عندك و هو يطرر فيها و يقولها بس لأ معنى خيانة الامانة واسع جدا خيانة الكلمة الكلمة امانة يعني لو واحد عطاني قال لي سر ما ينفعش ان انا افشي السر افشاء الاسرار دي تعتبر خيانة الامانة شاهدت الزور خيانة الامانة امانة الحق هنا حتى في العبادات يعني ازبغل وضوء امانة و الصلاة امانة كل حاجة بعملها امانة العمل امانة ان انا لازم يكون عندي ضمير فيه فالامانة مش بس موضوع الفلوس او الوداع و ما الى ذلك الحقيقة برضو خيانة الامانة بسبب مشكلة في المجتمع بتعمل مشاكل وبتضر المجتمع ازاي يعني لو واحد جماعة احتكم و كده كان فيه عقد بيع وشيرى و كان فيه واحد اهل ثقة و ادول العقد و الراجل ده ما صنش عقد البيع و الشرع هتحصل مشكلة مشكلة كبيرة بين الترابين لو فيه مشكلة و كان فيه شروط صلح و كان فيه واحد اهل ثقة كان حاضر الشروط و كانت مكتوبة و حصل تفريط في هزا في هذي الشروط طبعا ما ينفعش هيحصل مشكلة و زي ما تقول مفسدة فبرضو لو فيه وصولات امانة اي حد عنده وصولات امانة ولا شكات و ما يعني من الامور اللي بتحصل دائما في العرف و في الاعداد العرفية طبعا خيانة الامانة هنا مرفوضة و بتحصل مفسدة و لذلك المنافقين بيفسدوا في الارض ربنا قال و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فالموضوع اللفاق ده مشكلة كبيرة جدا زي ما قلت و فعلا مفسدة في المجتمع التاني حاجة هتكلم عليها موضوع الكذب اذا حدث كذب الكذب ده مشكلة بقى ده سيدنا محمد قال لك ايه قال يا جماعة المؤمن لا يمكن يبقى كذب ايه الصفة الوحيدة اللي انتفت مع الايمان هي الكذب و قال لك ايه و وصى بالصدق عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا وما يزال او لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا و اياكم والكذب فالكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يجذب حتى و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كتابا العيال الكذب ده مشكلة مفظيعة يعني انت انت رجل اولا كذب من 10 رجلين زي ما بقول فعلا من 10 رجلين فعلا بيكشف شكلك عام زي انت انت بتعمل بتعمل كده ليه بتجذب ليه لصالح مين الحقيقة موضوع الكذب ده موضوع مشكلة كبيرة جدا و يمكن انا بتكلم عن الاحاديث و الدين و الحقيقة لابد ان نرجع الامور اللي نصابها الدين له اهل التخصص و معلاش معي على الهاتف فضيلة الشيخ حمدان الصلحي الشيخ الازهر والدعية الاسلامي اهلا بيك فضيلة الشيخ شرفتين يا فندم اهلا وسهلا سوش جمال انا سعيد جدا جدا بمدخلة حضرتك الحقيقة اه 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 انا كمان والله سعيد بيعني بحث في حضرتك يعني و مشاهديك الكرام ان شاء الله تسلم لي و ممنون جدا جدا فضيلة الشيخ و بنتكلم فضيلة الشيخ عن النفاق و اهل النفاق و المنافقين و رأي الدين بقى هنا الشرعي هنا من النفاق و المنافقين فضيلة الشيخ والله بداية اقول الحمد لله و الصلاة والسلام و على رسول الله عليه الصلاة والسلام و احبه اولا ان اهنئ حضرتك على هذا البرنامج الناجح للهاتف شاكل ليك ممنون جدا و هذا وضع الاعلام ان يناقش قضايا تهم المجتمع و الناس و تهدف الى علاج المشاكل السلوكية و الاخلاقية و الاقتصادية و الاجتماعية الحقيقة ده دور البنامج الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين و طبعا يعني اولا اشكر حضرتك على اختيار هذا الموضوع الذي تعاني منه الامة و يعاني منه المجتمع و هو النفاق اولا النفاق من اخطر الصفات التي يتصف بها البشر و لذلك فقد بيّن القرآن الكريم احوال المنافقين و فصلها في سبعة و ثلاثين مرة في القرآن ليتجنبها المسلمون لان المنافق حطره عظيم على الفرض و على المجتمع ده كمان في الدرك الاسفل من النار يا فضلت الشيء وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الاسفل من النقل و لن تجد لهم نصيرا خلاص ده منتهي له نوعا نفاق عمل و نفاق اعتقاد نفاق العمل اللي هو حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أت من خان و قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا كما قال الإمام البخاري رحمه الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا و مكانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان و إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا خاص ما فجأ تمام هذه الصفات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم و حذر القرآن من هذه الصفات و هي صفات المنافقين نفاق عمل أما نفاق الاعتقاد هو ما يظهره الإنسان أنه مسلم و يخفي الكفر أياذا بالله كما كان يفعل طيب هو ده 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 ايه بالنسبة للرياء يا فضيلة الشيخ و منهم عبد الله بن أبي بن فلون فضيلة الشيخ مقال مؤخزة يعني الرياء هنا ندخل فيه حتة الرياء دي و ألا الرياء أي فق أعام من الرياء أعام الرياء جاء في اللغة من الرؤية أيوة من الرؤية يعني أن الإنسان يرائي بعمله الناس و لا يبتغي وجه الله شوفوني أنا بعمل إيه حتى يقال مصلي يزكي و يتصدق حتى يقال كريم و جواد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن تخيل يا سوز جمال قارئ للقرآن هو أول من يدخل النار مقاتل يقتل في المعركة جواد كريم ينفق على الفقراء و المساكين فيتعجب هؤلاء الثلاث كيف لهم أن يدخلوا النار وأول من تصعر بهم النار فيقول قارئ للقرآن يا ربي قرأت القرآن فيه فيقول لا قرأت حتى يقال يقال قارئ و قد قيل أنت أخذت حظك من الناس وهذا هو الرياض و كذلك المتصدق و كذلك المقاتل الشجاع فاضلت الشيخ يعني معلاش أنا آسف جدا 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 وقت البرنامج خلص لنا تكملة استكمال إن شاء الله بشكرك و موضوع النفاق موضوع كبير جدا إن شاء الله هنستكمله شاكل لك فاضلت الشيخ و شرفتني يا فندم و آسف جدا للمقاطعة الحقيقة أنا في نهاية البرنامج بقول بس كلمة يعني في عجالة سريعة لكل أب و كل أسرة علموا أولادكم الصراحة علموهم عدم النفاق علموهم إن كرامتك فوق كل اعتبار علموهم إرمي مصلحتك طالما تعرضت مع كرامتك خلي عندك شجاعة أدبية خلي عندك كرامة و خلي عندك حسن خلق الحقيقة في النهاية بشكركم جميع المشاهدين الكرام على طيب المشاهدة و طيب المتابعة أتمنى لكم مزيد من الأمل و العمل و مزيد من السعادة و الإيمان و راحة البال و يارب يكون منتج حلقتي قد نالعس المشاهدة و حن المشاهدة و ليس مر ولا سأم ولا ملل المشاهدة تحياتي لكم جمال صبرة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته